السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل لسه مع بعض السلال تعلم ويندوز 10 من السفر الاحتراف. وبنحاول نغطي كل حاجة خاصة بنظام التشغيل ويندوز 10 للناس اللي بتتعامل معها الاول مرة او اللي عندها وعايز تعرف بالزبط الخفائية وايه الفرق بين ويندوز 7. عايز اقول بس ملاحظة في الاول كده مهمة جدا. الناس اللي بتستخدم ويندوز 7 او ويندوز 8. وبت اوبجريت او بتحدس جهازها الويندوز 10. على فكرة الموضوع بسيط جدا جدا وفيش فرق كبير جدا بين شاشة البدء في ويندوز 7 وايت وتن. كل اللي حصل ان انا كنت متعود في ويندوز 7 انه عندي سطح مكتب ديسك توب موجود برضو في ويندوز 10 اهو. وكان عندي قايمة ستارت اللي ما ابدو سالها كليك بتظهر معي كل البرامج بس شكلها هنا في ويندوز 10 اختلف شوية. تمام? طيب. ويندوز 8 لما نزل كان ما بينزلش بالشاشة زي دي. كان بينزل على طول بستارت سكرين شبه ديك مليا الشاشة خالص. وبالتالي كان بعض الطلبة او بعض مستخدمة ويندوز ما حبوش الانتورفيز بتاعت ويندوز 8. علجوا الموضوع ده في ويندوز 10. واصبح في ويندوز 10 معك الانتورفيز بتاعت ويندوز 7 اهي. بسطح المكتب ديسك توب والتاسك بار. وكمان في قايمة ستارت موجودة معك قايمة ستارت الخاصة بويندوز 7 اهي موجودة. والشاشة اللي كانت موجودة في ويندوز 8 حطها لك برضو موجودة معك في شكل ايكونات مساخرة. طيب. هل لو انا حابب اتعامل مع الشاشة دي وازبطها في امكانيات اه. بص معي الخطوات اللي انا هقولها دي. تعلمك ازاي تقدر تتحكم في ازهار واخفاء شاشة البدء. سواء بتاعت ويندوز 10 او ويندوز 7 او بحيس في الاخر خلص تعرف تتعامل. انت او لو بتجي تفتح الجهاز في ويندوز 10 بيظهر الشاشة بالشكل ده. لو رحت لقايمة ستارت. وتجيب الايكونة بتاعت الاعدادات. هتلاقي في ايكون اسمها او السمات الشخصية. هتلاقي من ضمن الايكونات اللي موجودة في حاجة اسمها ستارت. ستارت اللي هي قايمة البدء. في قايمة ستارت في مجموعة من الابشنز الموجودة من ضمنه او اسمه يوز ستارت فول سكرين. انا عامله اوف. تمام? وهو ديفولت بتاعنا هو اوف. لكن لو انا عملته اون. وجيت فتحت قايمة ستارت. هتجد ان قايمة ستارت بتاعتك بدأت تاخد شكل ويندوز 8. مالية الشاشة. تمام كده? كمان هتلاحظ ان انت لما جبت الفول سكرين او الشاشة الكاملة آآ لقايمة ستارت. ظهر معاك تلات اختيارات في الجنب. مش كده? اللي بيديك بعض الابشنز الزيادة. وفيه البنت تايلز اللي انت موجود في ده. وفيه الابليكيشنز اللي بقى بيجيب لك كل البرامج برضو موجودة في قايمة ستارت الخاصة بويندوز تاني. طيب. لو انا رجعت تاني للسيتنز وشلت علامة الصح او خليت الستارت فول سكرين اوف. تمام? وروحت. بصيت عليها تاني. هلاقيها ترجع للوضع الافتراضي اللي هو الشاشة الصغيرة دي. افتحها. ومن خلالها اقدر اتعامل مع البرامج بس هتلاحز اللي كانت موجودة مع الفول سكرين اختفت شوية. تقدر تتعامل مع البرامج بتاعتك. زي ما انت عايز. وتقدر تتعامل مع سطح المكتب زي ما انت عايز. يبقى انت عندك هنا بكل بساطة ممكن تزبط شاشة البدء بتاعتك. من قائمة من الاختيار تروح للاختيار اللي اسمه هتروح للابشن اللي اسمه عندك امكانية تخلي وانا مش بحبز هذا الاختيار لانه في الحالة دي هيخليك مش هتعرف تتعامل بسهولة مع سطح المكتب. انت مش شايف هنا سطح المكتب. تمام? وتقدر تتعامل مع كل البرامج بتاعتك اهي. وتقدر تروح من هنا للابشن اللي هو موجود اللي اسمه بين دي تايلز دوت. البيين دي تايلز بيديك امكانية التعامل معها وممكن تسويتش بينه وبين اول اختيار اللي هو الاكسباند. تمام? يجب لك الاوامر بشكل واضح اكتر. وفي الاول ابليكيشن لو دوست عليه يجيب لك كل البرامج اللي موجودة في الجهاز في قايمة. بس انت كده اصبح ويندوز تان شبيه بويندوز ايت. اللي هو اول منزل في ناس كتير ما استحسنوش هذا العرض. طبع انا لو عايز ارجع تاني يبقى معي اللي اتنين معي قايمة اه بكل امكانياتها ومعي كمان سطح المكتب لو روح له بسهولة في اي وقت ان عايزه. فافضل ان انت تشتغل من اه في البرسناليزيشن زي ما اتفقنا بنروح لاختيار اسمه هنختار ستارت ومن ستارت خلي الاقتراح او الابشن اللي اسمه خليه اوف بحيس تضمن ان انت اه شغال على وضع احسن بحيس لما تيجي تفتح الشاشة تظهر بالشكل ده ومعاك اهو قايمة موجودة بالامكانيات بتاعة اه ويندوز اي تو تن وكمان دوس كلك بعيد في اي وقت تقدر تظهر سطح المكتب بتاعك. كمان الحجم بتاع قايمة اه اه او شاشة الستارت دي انت ممكن تقف على الاطراف وتكبرها وتصغرها زي ما انت عايز بحيس توصلها الحجم اللي انت شايفه وجهة نظرك مناسب يعني ممكن اصغرها ما خليهاش كبيرة شوية اهو انا عندي الامكانية واقف على الاطراف بتاعتها وصغر واقبر فيها زي ما عايزه في اي وقت دوس كلك بعيد. طبعا بتديك ان انت تقدر تروح للبرنامج اللي انت عايزه من هنا وكمان تقدر لو في برنامج انت شايفه مناسب تقدر تروح له وتدوس عليه كلك كيمين وتقول له بنتو ستارت. لما تقول له بنتو ستارت هيحطه لك فين? هيحطه لك هنا. يبقى من ضمن الحاجات اللي موجودة في قيمة ستارت. وكمان ممكن تدوس على كليك يمين وتقول مور. وفي المور هتلاقي بنتو تاسك بار يحط ولك كمان كايكونة على شريط المهام تحت. وكمان ممكن تروح في المور وتغير اه 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 تعرف مكان الموقع تقول له اوبن فايل لوكيشن يفتح لك الموقع الافتراضي بتاعه. وبكده نكون عارفنا ازاي نقدر نزبط شاشة البدء بتاعة ويندوز تين للشكل اللي انا عايزه اه بشكل اه 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 فيه مرونة حسب راحتك النفسية. انا بفضل هذا الوضع ان نقفل الفول سكرين او الشاشة الكاملة. ولو عايز انت تفتح الشاشة الكاملة تاني بنجيبها من سيتنجز. بنروح لبرسوناليزيشن. في البرسوناليزيشن بنجيب ستارت. بنروح للابشن اللي اسمه ونقدر نخلي اون او اف. طبعا ممكن لو دوست كليك يمين في حتة فاطئة. وجبت البرسونالايز. هتروح لنفس الشاشة ببشراتها نستارت. وتقدر تزبط الحاجة اللي انت عايزها. وان شاء الله في محاضرة قادمة. هنشرح بالتفصيل الممل ازاي تتحكم في قيمة البدء ومحتوياتها. ازاي تشيل وتحط حاجات وتزود حاجات زي ما انت عايز. مكملين مع بعض. تابعنا ان شاء الله لكل ما هو جديد في ويندوستين. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.